قربت له قرب والدعوة سن إنما من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن إنما من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقون على قناتكم دي امي سي أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة وأن يكشف الله عنا وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغلاء والغباء إنه قريب مجيب الدعاء اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وشعبنا وشرطتنا وجيشنا ورئيسنا وأولادنا من كل مقروه وسوء اللهم إنا نسألك أن ترحم آبائنا وأمهاتنا برحمة من عندك يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة وبعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون وسوف نتناول بالعرض والتحليل أمور كثيرة جدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى نخص بها هذا الكتيب العقيدة الذي بفضل الله تبارك وتعالى أعاننا الله على تصنيفه وعلى جمعه وعلى ترتيبه وعلى تأليفه وعلى توزيعه على الناس مجانا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى والحقيقة أعدت كده أكتب الأسباب اللي من أجلها كتبت هذا الكتاب الأسباب التي من أجلها كتبت هذا الكتاب تقريبا إذرت لخصها في عشر أسباب أهمية الكتاب ده في عشر أسباب أول حاجة حرصت عليها أنه هذا الكتاب بيتناول أهم ما سنسأل عنه في القبر يوم القيام أهم أول شيء سنسأل عنه في القبر أول شيء ستسأل عنه في القبر ستسأل عن العقيدة الأسئلة الثلاثة الشهيرة من ربك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ما هذا الكتاب الذي أنزل عليكم علاقتك بالثلاث أسئلة دي بتحدد ما بعده وعلى هذا العقيدة أمر من الأمور التي لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أنك تتهاون فيها لأنك ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة لأن العقيدة هي المعتقد الذي ستقابل الله عز وجل به والمعتقد دا شيء قلبي فأهم حاجة أما أكلمك عن أهم شيء ستسأل عنه بعد انتقالك إلى الله عز وجل وتترك وصية لأولادك شوف أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد بيسأل عن العقيدة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإلى آخر الآية يعني معنى ذلك أن سيدنا يعقوب كان شايل هم أن أولاده يكون عندهم مشكلة في العقيدة أنت تخيل حضرتك لقمان عليه السلام أنا لاحظت أن ربنا بقوله وإذ قال لقمانه لابنيه وهو يعذوه أول حاجة يا بني لا تشرك بالله العقيدة بينبه على العقيدة يبقى التنبيه على العقيدة التربية ولادك على العقيدة من أوجب واجبات الأب من أوجب واجبات الأب لأبنائه من أوجب الواجبات ما تقدر شوه كل واحد فينا دلوقتي يسأل نفسه أعدت مع أولادك جلست عقيدة ولا ما جلستش يعني أعدت تعلم أولادك التوحيد الله سبحانه وتعالى وأسماء الله الحسنة علمت أولادك الأمور الغيبية اللي لازم يعتقدها اللي مش هتلقالها أي مساعد مادي الأمور المادية اللي حوالين منك زي ما أنت شايف كده بتدعو لأمور خطيرة جدا يعني اللهم حفظنا يعني إحنا بقينا نشوف يعني انهيار عقائدي وانهيار أخلاقي في المجتمع العالمي المجتمع العالمي أصبح يموج بحالات فتن يعني خد بالا حضرتك لازم تبقى عارف أنه فيه فارق ما بين عصر ما قبل السوشيال ميديا وعصر ما قبل السوشيال ميديا وعصر ما بعد السوشيال ميديا عصر ما قبل السوشيال ميديا التأثير كان محدود أيوة كان فيه أعوامل أخرى من الميديا كان فيه لها تأثير يعني ما نقدرش ننكر تأثير الراديو تأثير القنوات الفضائية ما نقدرش ننكر تأثير الكتاب ما نقدرش ننكر تأثير الصحافة إنما الحقيقة جات السوشيال ميديا اكتسحت ومش اكتسحت وبس ده يعني لقى بقى لها تأثير خطير جدا رغم منافعها العديدة إلا إنها لها مساوئ عديدة زي منافع عديدة حتلاقي مساوئ عديدة المساوئ العديدة طبعا حضرتك عارف إن السوشيال ميديا لا يمكن وقفها في أي دولة في العالم بشكل عام يعني لا يمكن وقفها حتتسرب المعلومات حتتسرب المعلومات السوشيال ميديا مسلية فيها السور وفيها أفلام وفيها أنيميشن وفيها حاجات كتيرة جدا تستطيع الأولاد ينجذبوا ليه السوشيال ميديا سريعة الطلاقات الفقرات بتاعتها دقيقة نص دقيقة تلت دقيقة بالكتير إنما لها تأثير قاتل زي سم الزعاف ولا شك إن لها تأثير ومحد الشيء يستطيع إنكاره السوشيال ميديا موجودة في أي وقت أنا الليل وأطراف النهار السوشيال ميديا موجودة بأبسط وسائل التقنية السوشيال ميديا موجودة بشكل مجاني يعني أنت تستغرب إنه شركات كبيرة جدا زي الماكروسوفت زي الجوجل وزي الفيسبوك وزي التويتر وزي الواتس وبيقدموا خدماتهم مجانا فأنت تستغرب يعني العلماء بتقول مراقبة الميديا بيقولك إذا وجدت منتج مجاني فاعلم أنك أنت المنتج يعني لو رأيت واحد بيقدم لك حاجة ببلاش على السوشيال ميديا فبيقولك اعرف أن أنت الزبون اللي هو أنت أنت بقيت السلعة إذا لقيت سلعة مجانية يبقى أعرف توماتيكي كده أن أنت السلعة دي أنت السلعة هو بيستهدفك أنت وبالتالي الزكاة الاصطناعي وصل إلى مراحل أكثر من مخيفة وإحنا بقينا نشوف حوالين مننا خلاص الزكاة الاصطناعي وصل أوصل الناس لإيه وأصبح الموبايل دلوقتي كأنه راجل عايش معك كأنه بني آدم تاني عايش معك ده عارف أنت بتفكر في إيه وعارف أنت عاوز إيه وعارف لو بتكلم مع واحد صاحبك عن أنواع القهوة مثلا حتفجأ في الموبايل وإنت بتفتحه بسيل منهامر من إعلانات عن البن وعن القهوة وعن الكافيهات اللي بتقدم القهوة عن أسعار القهوة وعن الأمزجة والأخلاط بتاعة القهوة والآخر هذكرات لو بتكلم صحابك عن مثلا الزرة أو حتجد كل الإعلانات جايلك عن معادلات زرية والمفاعلات النووية وأمور علمية المهم هو بيعرف من خلال كلامك إزاي لأن فيه جهزة فلتريشن موجودة داخل المنظومة دية التليفون بقى جهاز زكي يعني أكثر من زكي بشوية كمان وبيرقبك أنا إليه لأطراف النهار وإنت بتتصور وبتتسجل وبتتسمع يعني المهم من البني آدم الذي يظن أنه عايش في جزيرة وحده في العالم ده يبقى مخطئ وواهم ومخطئ علشان كده الموضوع ده احنا أنا رصدته شخصيا أو المفروض الدعاء يعملوا ده يرصدوا علاقته بالعقيدة علاقته بالعقيدة علاقة مخيفة جدا لأنه في زماننا أو في أوقاتنا قبل اختراع السوشيال ميديا ما كانش فيه خوف على عقيدتنا لأن التأثيرات الخارجية كانت محدودة للغاية يعني علشان تقابل واحد بيشككك في دينك لازم تقابله فيس توفيس في محاضرة في لقاء تروح له تسعى إليه إنما دلوقتي أنت قاعد في بيتك وبيجي لك المشككين وبيجي لك تب ولدك عملوا إيه سلحتهم بإيه من هنا يجب أن احنا نضاعف تربيت العقيدة ونضاعف اهتمامنا بالعقيدة ونضاعف تربيت ولدنا العقيدة وعلشان تضاعف اهتمامك بالعقيدة وتعلم لولادك إنت نفسك لازم تتعلم بالعقيدة مش هينفع لإنت نفسك تكون إنت ما عندكش إحنا خدوا بالكم إحنا الإيمان عند معظم الناس إيمان عاطفي ما هواش إيمان مبني على عقيدة وفاهم إلا من رحم ربك وبالتالي لازم إن إحنا نبقى مدركين تماما أهمية أهمية التعلم العلم ولذلك ربنا بيقول قبل ما تقول لا إله إلا الله لازم تتعلمها فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل قول لا إله إلا الله لذلك العلماء حطوا سابع شروط عشان تتحقق لا إله إلا الله العلم اليقين القبول الانقياد التسليم الإخلاص المحبة شروط لازم تتحط عشان تبقى لا إله إلا الله بتاعتك دي سبب لنجاتك يوم القيامة عشان تبقى لا إله إلا الله سبب لنجاتك يوم القيامة هذا الكلام كلام مهم جدا للغاية من هنا كان اللي زمن علينا نتكلم في هذا العلم ونركز عليه ونقوم بتعليمه لأولادنا علم ايه؟ علم العقيدة ايه حكاية علم العقيدة نعرف بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا ايه موضوع العقيدة وسبب اهتمامنا جدا وتركزنا في موضوع العقيدة انا حقول لك على شوية اسماب قلتلك اول حاجة انها قوام الدين الدين لا يقوم الا بالعقيدة يعني لو حضرتك قبلت ربنا بعبادة رائعة بعبادة طيبة بعبادة عظيمة جدا انما للأسف العقيدة خربانة او عندك وقعت في الشرك والعياذ بالله او عندك اعتقاد في غير الله ولا حلقات الا بالله وعندك نوع من انواع يعني عدم التوحيد لله سبحانه وتعالى كل العبادات دي ملهاش لازمة ونقد احيي اليك وإلى الذين من قابلك لئين اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاصرين هو تأكيد العبودية لله ما هو العقيدة الاسلامية بتتميز بإيه بإخلاص التوحيد لله عندنا حكاية التوحيد لله دي قضية لا تقبل نقاش لا تقبل نقاش خد بالك ان المسألة ما فيهاش كلام انما البعض طبعا بيش فاهم القضية فبيخلط ما بين التوسل وما بين الشرك التوسل ما هو الشرك التوسل واحدة من وسائل العبادة الوسيلة يا أيها الذين من تقل الله وبيتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيل العلكم تفلحون فالتوسل ما هو الشرك إنما البعض بيخلطها بالشرك دي مشكلتهم هم لكن عاوز أقول لك المهم عندنا العقيدة ان احنا لا نعبد إلا الله ما عندناش حد في الإسلام عندناش حد في الإسلام بيطلب غير الله سبحانه وتعالى وأي واحد بيكلم أموات أو بيقول ما عرفش كذا ولا كذا وكذا ما هتحفظنا على ما يفعل مع تحفظنا على ما يفعل إلا إن احنا لن نتهمه بالشرك لأننا نعلم إن الأمة الإسلامية أمة التوحيد أمة تعبد الله عز وجل واحدة جناب التوحيد عندنا لا يمس فأول حاجة قوام الدين وتاني سبب قلت لكم ليه نهتم بالعقيدة ونقلف في العقيدة عشان هي أول ما يسأل عنه العبد في قبرة يعني العبد حيسأل في قبرة ما فيش كلام تالت حاجة دي حقوق الأبناء على الأباء اوعى تفتكر إن حق ابنك عليك إنك تأكله وتعمله شوبينج بس أو تدخلوا مدارس لغات مش هو ده لا لا حق ابنك عليك إنك تربي فيه العقيدة هما اللي يقول رب رحمهم هما كما ربياني صغير التربية الصغيرة دي هتبتكون على أي على التوحيد ما فيش توحيد يبقى أنت حضرتك ما ربيتش يبقى تقدر تقول اللي ما بيربيش ابنه على العقيدة اللي معلمش ابنه العقيدة ده مجرد فاتح مشروع تسمين زي اللي بيعلفه مواشي بس بيأكل ويشرب ويفسح ويهشك ويدلل إنما ما فيش عقيدة لذلك بعض الأبناء بيطلع خربان حالته بلا بعض الأبناء بيطلع لعارف رب ولا عارف عبد ولا عارف العلاقة ما بين عقيدته وعقائد الآخرين بل هو مش عارف هو مسلم ليه وتلاقي عنده الحالة أنه هو رجل تاية جئته لا أعلمه من أين ولكني أتيته ما فيهاش بقى هزار أنا راح جاي تاية يعني قل هذي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إحنا عندنا الدين بتاعنا قائم على البصيرة إنك تبقى فهم لازم تربي ابنك على التوحيد طب تربي ابنك على التوحيد إزاي هي دي قصة الكتاب ده تربي ابنك على التوحيد إزاي يعني إيه الجنة يعني إيه النار يعني إيه البعث يعني إيه الحشر يعني إيه الصلاة يعني إيه الميزان يعني إيه الحوض يعني إيه الشفاعة يعني إيه الأنبياء يعني إيه أسماء الله الحسنة ده كلام ما فهوش هزار يعني خد مال حضرتك لو انت مع يعني مش فاهم يعني بتلاقي أباء بيفتخره انه ابنه بيكلم لغات او ابنه بيلعب كنتيه او ابنه بيلعب سباحة او ابنه طب يا ابني يا أستاذ يا محترم علمت ابنك معنى لا إله إلا الله ابنك عارف التوحيد يعني ايه ابنك عارف الفرق بينه وبين غيره لا يبقى انت الله يعوض علينا وعليك فأول حاجة عندنا انها قوام الدين تاني حاجة أول ما تسأل عنه يوم القيامة في قبرك تالت حاجة انه ده حق ابنك عليك انت لو ما عملتوش بانت مقصر في حق ابنك الحاجة الرابعة اللي لاحظناها وعشان كده ألفنا الكتاب ده هي حاجة مؤلمة وانا الحقيقة يعني يعني انا آسف وانا بقولها ان كثير من العلماء تركوا تعليم الناس العقيدة انا بكلمكم بصراح مما افسح المجال لجزئين لاتنين واحد متهتك والتاني متزمت المتزمت خلاك دخل عقيدة خاطئة او عقيدة مغلوطة في عقول الناس والمتهتك خلى شباب بعضهم يقع في الالحاد او في التميع او في التفسخ او في عدم التماهي مع الغير العقيدة ما تقبلش التلوين انت تعرف بص انا عشان افهمك انت عارف الكريم اللي بيدهن بيه السان بلوك مثلا او كريم الحروق او معرفش ايه الكين اكون بقى او المعرفش اي حاجات من الكريمات اللي موجودة الكريم المعروفة دي اي كريم من دول لما بتدهن بيه لما بتدهن بيه على الجلد المفروض ان الجلد بيعمل ايه بيمتصه وبيسيح على الجلد عشان كده اسمه ايه دهان بعض الناس العقيدة بتاعته عامل زي الكريم عامل زي الدهان ربنا بيقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون والمدهنة ايه الملاينة والمنافقة والمجارى والمسايرة فيهنت المدهنة يعني ايه ودوا لو تدهنوا فيدهنون شوف انا ببصرحلك ببصراتها متنهية ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني ودوا لو تداهن غيرك فيداهنوا كغيرك وتبقى المسألة فيها خلطبيطة يعني اللي قريش كانت بتطمع فيه ان احنا يحصل لنا نعمل الاندماج تيكت ايزي يعني انت شوية واحنا شوية هاتا عليك شوية تنازل شوية احنا نتنازل لك شوية فحتى من ضمن العروض السخية اللي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعبدوا اله كيوم وتعبدوا اله انا يوما ايه رأيك في الديل ده حاجة فكرة هي يلا انت يوم واحنا يوم لخبر ابيض ده كارسة يعني 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 انت 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 فهم المعضلة فين المعضلة هي ودوا لو تدهنوا فيدهنون بعض الناس عنده حالة مدهنة في العقيدة وبالتالي ما تقدرش ايه لدرجة ايه لدرجة بص لدرجة انه ما عملش نفسه ميزة ما عملش لنفسه ميزة يعني احنا ميزتنا ايه عندنا ميزة اهو انا برفع ايد اهو احنا عندنا ميزة ايه الميزة اللي عندنا ان احنا مؤمنين بكل انبياء الله ورسله دي ميزة ولا منقصة يعني انت عندك انك انك انت مؤمن بخمسة وعشرين نبي ادم وادريس وانوح وهود وصالح وزر الكفر ولياس 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 وزكريا سليمان وداود وابراهيم ويعقوب يعني دي ميزة مش كده ولا ايه لو جالك واحد مؤمن بنص الانبياء ومش مؤمن بنص التاني هل يتساوى مع المؤمن بكل الانبياء بس هو ده السؤال اللي انا بقوله لحضرتك انت يلا بقى شغل مخك معايا انت وانت فاهم قصدي ايه واحد مؤمن بنص الانبياء ومش مؤمن بنص التاني طب واحد مؤمن بعشرين نبي مش مؤمن بخمس انبياء يقولك لأ معلش قصدول ايه مش جاي مش مش نزلين لفزو يعنيش اما خلي بقلاش خمس دول بس عشرين نبي قريدي انا جاي راكب معاك انا مؤمن معاك طيب هل هل اللي مؤمن بعشرين نبي وسهب خمس انبياء هو كده يا رجل بقى في السيف سايد بقى كده في السليم هنا الخطورة هل لو كل الناس امنت بكل انبياء معاك انا نبي محمد هل هل نستطيع ان احنا نقطع له بالجنة يعني انت خال حضرتك واحد مؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجايب المصحف ويحلف ان اللي مش مؤمن بسيدنا محمد برضو انه النجاح هي في الايمان برسول الله والهلاك هو في عدم الايمان برسول الله الا هل بلغت اللهم فشد نفاصل ونواصل ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا احنا بنتكلم في قضية خطيرة جدا وهي قضية التربية العقدية او اهمية العقيدة العقيدة عندنا امر من الامور التي يعني لا نقاش فيها لا بد ان تكون من السوابت لان العقيدة امور نحن نعتقدها وهذه الامور لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا ترى بالعين المجرد دي امور عقادية يعني امور يعني ما انا اقولك ان انا اؤمن وان الله موجود سبحانه وتعالى يعني ان الله حي ان الله سميع ان الله قريب ان الله عليم هذا الكلام هذا كلام انا اؤمن بيه بقلبي لو قلتلك انا اؤمن ان هناك جنة ونار فهو ده شيء لا يحس ولا يجس ولا يمس وبالتالي لما نتكلم في العقيدة لما نتكلم في العقيدة بلاش نتكلم باراءنا شخصية حنتكلم بالنص الكتاب والسنة الكتاب والسنة هنا هما اللي بيحددونا المسألة علشان كده كانت العقيدة الاشعارية هي أسلم الحلول لأن العقيدة الأشعرية هي العقيدة الوحيدة أو الطريقة الوحيدة اللي احترمت النص احترمت النص ومحاولت شيء إنها ما تحترمهوش لذلك الإمام أبو الحسن الأشعاري دايما في تفكيره وهو وهو من معه وحده حذوه إنه المولى ليس كمثله شيء فكل العقيدة الأشعرية كلها قائمة على إيه على عدم تشبيه الله بمخلوقاته وعدم تشبيه الله بخلقه فنسبت ما أثباته الله لنفسه وننفي المشابهة فهنا يبقى لو استحل هذا الإثبات بقى بأي سبيل من السبل احنا بنعمل ايه أو العقيدة الأشعرية بتلجأ الى ايه بتلجأ الى فهم النص الى مفهوم النص مش الكلمات التي أدي بها النص وليست الكلمات إنما مفهوم النص اللي هو تأويل النص بما يتفق مع العقيدة الصحيحة ومع تنزيه الله ومع عدم تشبيه الله بمخلوقاته شيء جميل بدرجة لا يتخلى عقل وبالتالي العقيدة الأشعرية هي اللي حلت المعضلات العقلية اللي بتقابل الإيمان المعضلات العقلية اللي بتقابل الإيمان فيه غير غير العقيدة الأشعرية ولك هي كده اه خدها غير لا احنا عندنا المسائل بتحترم العقل وبتحترم الفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتعبدنا بيه علشان كده احنا ليه بنتكلم في العقيدة بنتكلم في العقيدة لعدة أسباب أول سبب إنها قوام الدين تاني سبب إنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيام في القبر أول ما يسأل عنه العبد بعد موته ويوم القيام تاني حاجة أو تالت حاجة لازم نبقى عارفين إنه هذه حقوق الأبناء على الآباء حقوق الأبناء على الآباء لابد إن احنا نبقى عارف كل أب مهمته أنه يعلم ابنه العقيدة زي ما من حقك أنك تسميه ومن حقك تعلمه ومن حقك تأكله ومن حقك تفسحه من حقك تربيه على العقيدة وتنمي فيه العقيدة وتربط بيه العقيدة ويكون هي العقيدة دي هي المحور الارتكاز بتاع الحديث بينك وبين أبنائك في كل شيء في كل حياتك لحد وينشأ ناشئه الفتياني منه على ما كان عواده وأبوه باختصار شديد فهنا طيب الأمر بقى الرابع اللي أنا قلت لكم عليه هو أمر مؤسف يعني زعلان منه يعني أنه بعض العلماء تركوا تعليم العقيدة للناس وبالتالي حصل نوع من أنواع التماهي والزوابان بقى الناس مش عارفة هي وإيه الفرق بين المسلم وبين غير المسلم يعني خد بل حضرتك فيه فرق ما بين المودة والمحبة والتعاون والإخاء والاحترام كل دوت مفروض علينا مع غير المسلمين إنما هل مفروض علينا أن احنا نتنازل عن عقيدتنا وهم تنازلوا عن عقيدتهم والدنيا كلناها تبقى صدح مدح لا طبعا لا طبعا غير المسلم يحتفظ بعقيدته والمسلم يحتفظ بعقيدته مين اللي قال الكلام ده مين اللي قال الكلام ده أنت اللي يا شيخ خالد اللي جابه من عندك لا مش أنا والله ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولأنتم عبدون ما أعبد ولأنا عبدون ما عبدتم ولأنتم عبدون ما أعبد لكم إيه ولية إيه قلها أنت إحنا كلنا بس حافظينها إنما ساعة التطبيق ساعة التطبيق بتشوف منظر مختلف ساعة التطبيق بتلاقي الدنيا سايحة على بعضيها الدنيا سايحة بجد يعني لدرجة أنت بقيت بصعوبة بتميز ما بين العقائد طب هو تقولي هو المفروض الواحد يبقى أموال يا فنم كل عقيدة لها خصوصيتها التي يجب أن تحترم فربنا في آخر الصرحة ليه لكم دينكم وليا دين يعني خد بالك بس هو الإسلام الإسلام شايف نفسه حسب عقيدتنا حسب الدين بتاعنا إن إحنا الملة التي على صواب غيرنا شايف نفسه كده برضه هو حقه كل واحد يدعو يعني لو أنت حضرتك لو أنت لو أنت شايف أن أبوك أعظم أب في الدنيا ده يعيبك أزعل منك لو أنت قلت لي أبويا ده أعظم رجل في الدنيا هل ده يعيب؟ لا مش عيب هل أزعل منك لو قلت أن أبويا أعظم أب في الدنيا؟ لا ما زعلش منك إنما إم تزعل منك؟ لو شتمت الأباء التانية لو قلت أما أبو الناس التانية كذا وكذا وكذا لا أنت من حقك تفتخر بأبوك أنت من حقك تفتخر بأبوك إنما مش حقك تشتم أباء التانية وتزم فيهم وصل معنا لو إحنا 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 شايفين بلدنا مصر أقوى وأحسن وأعظم وأجمل بقاع الله في الأرض أعظم بلد في الدنيا شايفينها مصر لو جالك واحد من بلد تانية وقالك أنا بلدي ما هي اللي أحسن بلد في الدنيا؟ هل يلام؟ لا طبعا لا يلام ولو مش شايف ده يبقى غلطان لازم يفتخر ببلده وإنت تفتخر ببلدك وده يفتخر بناديه وده يفتخر بناديه إنما مش من حقك تشتمي النادي التاني مش من حقك تتطول على البلد التانية مش من حقك تتطول على ياخد ربنا قالك لو قبلت واحد بيعبد صانم صانم في حاجة أكتر من كده لو واحد بيعبد صانم هو ما فيش أسوأ من كده ربنا بقولك رغم كده مش من حقك تشتمه يا سلام أيوة الله مش من حقك تشتمه أيوة مش من حقك تشتمه فين الآله بتقول الكلام؟ قال وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ يعني يعني إيه درجة الاحترام اللي موجودة عندنا في الدين دي العلماء يعلموا الناس الاعتزاز بالخصوصية يعتذب بلده يعتذب نسبه يعتذب والده وبوالدته يعتذب عقدته يا أخي ونزلك ربنا بقوله وَمَنْ أَحْسَنُ وَقَوْلًا بُصِّي الآية عاملت زي الآية كلها فخر كده واعتزاز كده الكلام ده لازم تربيه في أولادك لإن إحنا شفنا ناس يعني شفنا أشكال ضلة اللهم محفظنا يعني ما هوش عارف هو بيبيع ايه أصلا يقول لك لا 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 كل الناس حلوين كل الناس طوالين يا أخي كل الناس حلوين ده في الدنيا إنما في الآخرة الفرز حيكون حاسة والعقيدة اللي انت بتنتبه إليه انت عقيدتك إيه إيه ده الكلام المهم ده الكلام ده لا يتعارض مع المحبة لا يتعارض مع المحبة يعني خد بالك إن لو واحدة ست لو واحدة ست عندها ابن مدمن والله ماش في كل مريض يعني طبعا الإدمان وحش والإدمان كخ والإدمان عيب والإدمان حرام أنا عارفين عارفين بس الأم دي تمسك ابنها ترميه في الشارع تخرطه للوز ترميه في النيل تقتله تحرقه تحاول تعالجه وتعد تدعيله إنما مش هتقدر تكراه لأنه ابنها فرغم إنها بتحبه لكن هي مش راضية عن اللي هو فيه يعني الأم بتحب ابنها بس ما هياش راضية عن إنه بقى مدمن الأم بتحب ابنها بس مش راضية عن إنه ابنها مهم اللي دراسته مثلا أو مهم اللي عمله يعني فيه فرق ما بين الرضا والمحبة ممكن يبقى فيه محبة بس ما فيش رضا شوف إزاي ممكن يبقى فيه إيه محبة بس ما فيش رضا فالعلاقة ما بين الأديان علاقة محبة ما فيش كلام بس كل واحد راضي بدينه بس راضي بعقدته بس وده كلام إحنا مش ضده يعني الخصصية الدينية لابد أن تحترم فشوف ربنا يقولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين شوف المعنى الراقي اللي يجب أن أنت لازم تفهمه علشان حضرتك تبقى فعشان كده إحنا أنا لحظت أنا شخصيا إن الكثيرين من العلماء لهم كل الاحترام لهم كل التقدير لجأوا إلى الرقائق الطيبة الجميلة اللي هي المشترك الإنساني الصبر الوفاء السماحة الإخاء الكلام الجميل كل الكلام ده حلو كل الكلام ده جميل إنما ما بيغزيش الجالب العقدي هنا المشكلة هنا المشكلة المشكلة في إيه إن الأخلاق غير العقيدة الأخلاق ده مشترك إنساني إنما العقيدة خصوصية دينية فيا مشايخ ما تخلطوش ما بين الخصوصية الدينية والمشتركات الإنسانية يعني إيه المشتركات الإنسانية يعني الأدب الأدب ده اختراع إسلامي لا طبعا ده الأدب ده معروف عند كل الأديان عند كل الملل حتى عند الملحدين حتى عند عبدة الأصنام حتى عند عبدة البقر الأخلاق هي القيم الأخلاقية الإنسانية التي يحرصوا الناس عليه مش 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 بتاعت الإسلام بس مش بتاعت المسلمين بس لا بتاعت كل الناس فيش أي مشكلة يعني ولذلك الأخلاق ليس لها دين إنما أي دين له أخلاق بص بقى اللي يفهم دي يبقى عشرة على عشرة يعني الأخلاق ليس لها دين ممكن تقابل إنسان لا يؤمن بوجود الله إنما بعملك معاملة الصحابة وقبل كده قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف قريش إن عندهم أخلاق مش أنا مش أنا اللي قلت ده هو النبي اللي قال قال إنما أبو عزته لأتمم ما كارم الأخلاق يبقى كانت أخلاق قريش في نظر إنه بشبهي تم يعني قريش كان عندهم عيوب قريش كانت فيهم جاهلية قريش كان عندهم مشاكل عقدية مشاكل أخلاقية ما فيش كلام إنما في الجانب كان عندهم حسنات أخلاقية ده اللي قعدنا نشرحها على مدار كم حلقة وبعض الناس يعني اتصدم لما سمع إن ممكن يكون أبو لهب عنده أخلاق وهو في جهنم الأخلاق شيء والعقيدة شيء هو دخل جهنم علشان العقيدة مش دخلها عشان أخلاق بس ده ده عشان أوضح يعني فنعاوز أقول إن الأخلاق مشترك إيه إنساني أما العقيدة هو هي خصوصية دينية كل واحد يحفظ العقيدته ومن أحسن قولا ممن باع إلى الله وعمل صلاحا وقال إنني إنني من المسلمين لو العملية تماهي وكل سكلانسي يعني يعني مش هقوله وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين ده اعتزاز بالهوية الايدنتي بتاعتك أنت مسلم أنت عندك أنت بتنتمي لهذا الدين فأنت بتعلن هذا الكلام سلوكا وده الكلام المهم اللي حاولت إن أنا أوصله لحضراتكم فأنا عاوز أقول ده أهمية العقيدة أهمية العقيدة أنها قوام الدين أول ما تسأل عنه بعد الموت مباشرة تاك 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 وتفتكرش أن أنت حفظ الأجابات في الدنيا لا ده أنت لازم تكون معتقدها في قرارة نفسك مش معتقدها في قرارة نفسك ما حدش يدر يخدمك يعني تاني حاجة إنها أول قوام الدين وأول ما يسأل عنه في القبر وإنها حقوق الإبن على أبيه وإن رب حاجة تقاعص بعض العلماء مش بقول كل العلماء تقاعص بعض العلماء عن توضيحها للناس يمكن نظرا لحساسية الكلام ما بيعرفوش يصوغوا الكلام بشكل غير جارح أو خلافه الله أعلم بس الكثيرين من العلماء بطلوا يعلموا الناس العقيدة وبالتالي كانت المجال مفتوح هنا بقى بقولك إن تقاعص العلماء عن تعليم الناس العقيدة فتح المجال لللي يملى الفراغ من أفكار غير منطقية وبالتالي جات أفكار متشددة بتكفر ده وبتكفر ده وبتكفر ده وبتصفك دم دوت وبتخرج دوت زي المشكلة البقى الإرهابية اللي احنا بنعاني منه بسبب إيه بسبب عدم توضيح عقيدة الأشاعرة للناس أنا بتكلم منتهى الصراحة عدم العقيدة الأشعرية دي حضرتك إنه العقيدة الأزهرية لو أنت مش فاهم الأشعرية يعنيه العقيدة الأزهرية الأزهرية الأشعرية الأشعرية الأزهرية اخلطهم ببعض الاتنين واحد في الكلام يعني عشان تقدر تفهم يعنيه عقيدة أشعرية اسأل اي شيخ انت عقيدتك ايه يا مولانا معمم يعني اي شيخ ازهاري اي شيخ ازهاري الازهر عندنا بندرس العقيدة التي تحترم التنوع وتحترم الاخر ولا تعتد على الاخر وتحترم الخصوصية العقيدية وتحترم المشترك الانساني وتحترم العقل الاخر هذه الامور اللي حنكتشفها من خلال الكتاي بالصغير او ده اللي لازم لو جالك في البريد من فضلك لما بعتولك في البريد ما تسلفوش لحد انا بتكلمك بجد لان انت مش هتقدر تستغل عنه طول عمرك هتفضل معاك الكتاب تعلم نفسك وتعلم ولادك وترجع معاهم وكل شوية وتسأل وتبعت وتسأل وتتكلم ماهده ما عندناش حل غير كده هنتعلم ازاي تمام اله برضو من ضمن الاسباب اللي خلتنا ان انا اعمل الكتاب دوت وانا كنت اتمنى طبعا يعني يعني مؤسسات بعينيها هي اللي تقوم بالمهمة دي بس خلاص ده جهدي انا بقى معا انا رب اللي اني لاملكو الى نفسي واخي زي ما قال سيدنا موسى كده فهنا حضرتك شوف بالنسبة للعقيدة الاشعرية هي عقيدة اهل السنة والجماعة بس باختصار شديد البعض بقى بيحاول انه يقولك لا دي عقيدة فاسدة دي عقيدة معرفش ايه ولزلك بتسمع بعض الناس بيردت زي البغبغان يقولك يا عم ده اشعاري بتقوله تعالى يعني ايه اشعاري يقولك والله ما فاهم يعني ايه والله ما فاهم يعني ايه في مرة كنت قاعد مع واحد افتكرت موقف كده كنت قاعد مع واحد وبعدين جات سيرة صحفي من احدى المؤسسات الصحفية جريدة صحفية شهيرة يعني ويعني جريدة قومية يعني شهيرة فقال لي ده لي حاجات كده يعني له شطحات ده صحفي له شطحات احنا قاعدينه في مجلس كده ده صحفي له شطحات يعني الرجل كان بيتكلم وجات سيرة رقاصة وقعد يجيب سيرة رقاصة والناس قاعدة بتسمع ورح نقل من الرقاص قالك والصحفي الفلاني ده له شطحات رح دخل دخل صحفي محترم مع رقاصه شوف الاسلوب الرخيص الاسلوب الرخيص قالك الاسلوب له شطحات الحقيقة استفزيت جدا فبصت للمتحدث ده قلت له لو سمحت قدام السادة الحاضرين قل وحدة من شطحاته كده عشان نستفيد يعني وناخد دهنة يعني ها ما قالش ولا وحدة ولا كلمة اه وشطحات بقه شوف 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 قد دهين تبصت في اعراض الناس شوف قد دهين ترخص في اعراض الناس ترخص وتبصت وسفاه ده منتهى السفاه قل لي واحدة من شطحاته ومرضتش انت علي فيها ليه اذا كنت انت شايف اني لو شطحات تماما ما قلتلوش ليني عنده شطحات ورضت علي في الشطحات بتاعته يا ابو شطحات انت يا جميل انت يا ابو شطحات حاجة يا اخي سهل جدا واحد يقولون اه مش الشيخ فلان اه مصد سهلة جدا فأي واحد يقولون امي ده اشعاري طب تعال انت يا بحميد انت محروسة فندي قولي يعني ايه اشعاري والله ما حيرف يرد حيقولك من الشعر يعني حلوى الشعر مثلا اشعاري يعني ايه عنده شعور ومشعور يعني ولا حيرف ولا حيرف انما هو ردتها كالباب بغاء وهذه المشكلة فعلى الختام ولا على ايه دي على ايه بالزبط اه بيقولون ايه على الختام وحصرتها الوقت انتهى لكن عموما احنا اعتمدنا ما يسمى بالخطاب العقدي البسيط الخطاب العقدي البسيط بمعنى الخطاب العقدي البسيط يعني هنا برضو مشكلة ان انت لو جيت تتكلم حسب الدراسة الازهرية يعني او منهج الخريدة مثلا او لو اريد كتاب الخريدة بتاعنا ده او العملية صعبة شوي فانا فكتلك الاسلوب في اسلوب العقيدة بتاعك زي الشرح البيجوري فكتلك الشرح خالص خالص ببساطة متناهية بحيث انك تقدر تفهم العقيدة رجل الشارع يقدر اراه ابعت بس الاسم على الموقع القناة بفضل الله سبحانه وتعالى الاسم العنوان ورقمين تليفون والحمد لله كل اللي بعته اتبعت لهم الكتاب مجانا اكرر كلام تاني مجانا الكتاب واجرة البريد مجانا احنا بنحاول نعذر انفسنا بينها دي الله انا هلبلغت اللهم فاشهد اللهم احيان على الاسلام وامتنا على الاسلام برحمتك يا رب العالمين نكمل كلامنا بكرة وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اهله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة